في فقرة عين على أمريكا نناقش الغارات الثلاث والسبعين على مواقع يمنية عدة والتي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنها كانت ناجحة مشيرا إلى أن قوات بلاده نفذتها بالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا في سياق ما قال إنه رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية ورغم أن الضربات جاءت عقب تسريبات صحفية بدت وكأنها تحذير مسبق إلى أن مسؤولا أمريكيا أكد لشبكة CNN الأمريكية أن أحد أهدف جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكين في منطقة شرق الأوسط وإبلاغ القادة الإقليميين أن أي هجمات تشنها واشنطن ضد الحوثيين تأتي في إطار دفاعي لا تصعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقش هذا الموضوع مع ضيفنا من عمان البحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول دكتور كمال مرحبا بك معنا مجددا في هذه التغطية المتواصلة عبر تيرتي عربي 73 غارة هذا ما تم الإعلان عنه من قبل من نفذ هذه الغارات وهما الجانبان الأمريكي والبريطاني ولكن السؤال بداية لماذا الآن تنفذ بريطانيا والولايات المتحدة هذه الغارات هل تأخرت؟ تحياتي لكم والسادة المشاهدين في الحقيقة كما ذكر بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين قالوا لبايدن بأن هذه الضربة قد تأخرت كثيرا لكن هذا لا يعبر عن ما يجري في البحر الأحمر كان هناك هجوما حوثيا على ناقلات في البحر الأحمر الأمريكية والبريطانية ولكن لم يتسبب ذلك بأي أذى لهذه الناقلات وبالتالي كان هناك 18 طائرة درونز وصواريخ باليستية هذا دعا الوليات المتحدة الأمريكية لأن تحفظ ماء وجهها وأن تحافظ على هيبتها وعلى تحالف الإزدهار الذي بنته هذه الأيام من أجل ردع إيران ووكلاءها في المنطقة من أجل أن تحقق هدفها في منطقة البحر الأحمر وبالتالي قامت بتوجيه ضربات إلى 60 هدف داخل الأراضي اليمنية ولكن ما شهدناه هو صواريخ تقريبا بعيدة المدى عندما نلاحظ أن هناك صواريخ توما هوك وهي غالية الثمن تتعدل مليون دولار يعني تكون من غواصة أمريكية وهي USS Florida بعيدة في البحر هذا يعني بأنها تكلفة عالية على الوليات المتحدة الأمريكية ولكنها تريد أن توجه رسالة سياسية إلى الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة بأن استراتيجية إيران لها مقاسات معينة ولا يمكن لها أن تتخطى الخطوط الحمر في هذه المنطقة وقد اعتبر من قبل الإدارة الأمريكية بأنه ريتالييشن يعني بمعنى أنه رد مقابل رد وخطوة مقابل خطوة لكن كان الهدف هو تدمير البنية التحتية للصواريخ الباليستية لمنصات إطلاق الصواريخ ولأماكن إطلاق الطائرات المسيرة كان هناك نقطة تحول في الحقيقة جرت في البحر الأحمر عندما علمت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بأن الحوثيين من الممكن أن يستخدموا زوارق غير مأهولة في البحر كانت هذه نقطة تحول قد تعيق عمل التجارة البحرية والملاحة البحرية في باب المندب وفي منطقة خليج عدن والخليج العربي وبالتالي الحوثيون الآن لديهم وسائل أخرى قد يستخدمونها في المستقبل تعيق هذه الملاحة في البحر الأحمر وبالتالي وجهت هذه الضربة كرسالة سياسية إلى إيران إلى حزب الله وإلى الحوثيين بأن لا يمتد الصراع في المستقبل وهذا لا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توسع الصراع لكنها كانت موجهة هذه الضربة بشكل قوي من أجل أن ترسل رسالة قوية لكي أن لا يرد الحوثيون بشكل قوي الرسالة بالمقام الأول هي موجهة للحوثيين أم للإيرانيين دكتور كمال باعتقادك؟ في الحقيقة هي للمركز للإيرانيين لأن إسرائيل حاولت قدر الإمكان أن تجر أمريكا لحرب إقليمية لكن صنع القرار في الإدارة الأمريكية يعون ذلك ويحاولون أن يقومون بمحاولة رد مقابل رد وخطوة مقابل قطوة وهذا ما شهدنا عبر السنوات السابقة خاصة في العراق وفي سوريا وفي مناطق الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بخطوة مقابل خطوة لكن هذه المرة قامت بالتعاون مع دولة حليف لها في حلف الناتو وهي بريطانيا ونحن نعرف أن بريطانيا لها قدرة هائلة على جلب المعلومات الاستخباراتية حول مواقع منصات الصواريخ في أي منطقة جغرافية في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي خزنت بنك أهداف ومن ثم قامت بقصفه لكن لحد الآن لا نستطيع تقييم الخسائر الموجودة على الأرض اليمنية وعلى الجغرافية اليمنية لأن التصريحات اليمنية قالت بأن هناك خمس أشخاص قتلوا هذا لا يعكس حجم الضربة الأمريكية التي نقفذت على الأرض وبالتالي هي لم تكن مفاجئة على الإطلاق هي ذكرت بالصحف الأمريكية عبد الملك الحوثي البارحة عندما خرج في خطاب كان مؤشر واضح بأنه مستعد لهذه الضربات أيضا جاءت بعد استصدار قرار من الأمم المتحدة 27-22 من أجل أن يكون هناك شرعية لضرب هذه الأهداف لكن لم تكن هذه الأهداف عبر مجلس الأمن طيب قبل الضربة بساعات كان هناك حديث كثير حول أنه النية موجودة ونحن قريبون جدا من توجيه هذه الضربة هذا يعتبر بالنسبة للبعض بمثابة تحذير مسبق للحوثيين بأنه سيتم توجيه الضربات على عدة مواقع وبالتالي هناك من أصلا يشكك بأنه ربما يكون هناك تنسيق مسبق أصلا بين كافة الأطراف ما قولك؟ في الحقيقة أنا لا أفهمه على أنه تنسيق مسبق ولكن أفهمه بأن هناك مقاسات للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وأمريكا حاولت قدر الإمكان أن لا تضرب الحوثيين في السنوات السابقة يعني ضربتهم خلال فترة جورج دابليو بوش ضربت القاعدة داخل اليمن لكن في الفترات اللاحقة لم نشهد كثير من الضربات وبالتالي هي وصلت إلى نقطة معينة لا تريد أن تخسرها هذه بالدرجة الأولى النقطة الثانية لا أريد أن أتكلم عن المبادئ الأمريكية لكن حذرت كي لا يكون هناك خسارة كبيرة في المدنيين تفضي إلى حرب شاملة يعني هدف الوليات المتحدة الأمريكية ليس الحرب الشاملة على الإطلاق وبالتالي من الممكن أنها أعطت مؤشرات عندما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الأمن القومي للاجتماع هذا مؤشر وأيضا عندما أعلنت يعني Associated Press أيضا معلومات عن هذه الضربة أيضا هذا مؤشر طيب الحوثيون يقولون بأن الغارات لن توقفنا هكذا ردوا بعد أن تم تنفيذ هذا العدد الكبير من الغارات بحسب ما تم الإعلان عنه ولكن السؤال دكتور كمال هل يبدو بأنهم سينصاعوا لهذه الرسائل التي توجهها عبر الصواريخ الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها وهم الذين يقولون بأنهم لن يرتدعوا من هذه الغارات يعني في الحقيقة رد الحوثي سيكون وارد يعني متوقع لكن سيكون بحسابات استراتيجية مدروسة سيكون ضمن إطار محدود يتناسب يعني مع الأهداف المخزنة لدى الحوثيين ولا يمكن أن يكون مدمر بشكل كبير جدا لأن يعني إذا قام الحوثيون بتدمير حامل الطائرات لا يمكن أن يعني أن تصمت الولايات المتحدة الأمريكية فقط وتقوم بالرد المناسب والمحدود وبالتالي أعتقد بأن الحوثيين سيقومون بالرد المناسب والمحدود كي يعني يحفظون هيبتهم أمام المجتمع اليمني وأمام المجتمع العربي والإسلامي وبالتالي أعتقد بأن يعني هذه العمليات حدثت كثيرا في العراق وفي سوريا وأحيانا يقتل فيها ناس مدنيين عاملين داخل القواعد الأمريكية لكن لحد الآن التصعيد يقابل بتصعيد التصعيد يقابل بتصعيد وبالتالي يعني من الممكن أن نصل إلى درجة معينة من توقف هذه الهجمات لكن الآن إذا يعني توقف الحوثيون عن مهاجمة السفن على سبيل المثال وتوقفوا قليلا وأجلوا بعض الهجمات لفترة طويلة من الزمن من الممكن أن تحدث يعني يحدث بعض الهدوء في المنطقة لكن التصعيد حاصل والتدرج في التصعيد حاصل لكن لن يكون بشكل مفاجئ وكبير ويشكل حرب شاملة بشكل مفاجئ لكن سيكون تدريجي كما يحصل الآن في الحرب على غزة وكما يحصل في شمال الأراضي المحتلة طيب هناك يعني صحف أمريكية تقول بأن الحوثيين يستغلون أو يحاولون استغلال الحرب على قطاع غزة لكي يفرضوا نفسهم كقوة إقليمية هل هذه تشكل قناعة لدى الجانب الأمريكي في تعامله مع قضية الحوثيين وتحركاتهم في البحر الأحمر وباب المندى يعني في الحقيقة أقول بأن الحوثيين نعم يوجد جزء من هذه الاستراتيجية كل دولة تحاول أن تفرض نفسها في هذه المنطقة وأيضا إيران تريد أن تفرض نفسها في هذه المنطقة لكن لا نرى أي تنافر فعلي يقود إلى حرب شاملة في المنطقة وبالتالي يعني الحوثيون يريدون أن يظهروا بأنهم عامل فاعل في هذه المنطقة يساعدوا قطاع غزة من أجل الغذاء والدواء وتلاحظ بأنهم يركزون على مطالب بسيطة جدا وهي إدخال الغذاء والدواء والوقود وتشغيل الكهرباء في قطاع غزة وبالتالي طلباتهم هي ليست ببعيدة المنال إذا أرادت الوليات المتحدة الأمريكية أن تحقق ذلك لكن الوليات المتحدة الأمريكية دخلت إلى المنطقة بحاملاتها يعني لديها 19 حاملة منتشرة في البحار 7 منها موجود في الشرق المتوسط و 12 حاملة تسير عبر المياه الزرقاء وبالتالي بعض هذه الحاملات شكلت التحالف الإزدهار وبالتالي هذه خطة أمريكية متوازية في البحر الأحمر مع الخطة الإسرائيلية الموجودة في شمال الأراضي المحتلة الآن بنفس الوقت الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بقصف الحثيين ترسل مندوب أو مبعوث أمريكي للتفاوض على ترسيم الحدود مع لبنان وهذا المبعوث الأمريكي لا يريد أن يتفاوض على الأراضي المحتلة مثل كفرشوبا وأيضا قرية الغجر وأيضا مزارع شبعة يعني هو يريد فقط يركز على المنطقة العازلة أو يريد أن يخلق بفرزون تمتد من الخط الأزرق إلى نهر الليطاني وبالتالي هذه خطة متناسقة مع ما يجري في البحر الأحمر وما يجري في قطاع غزة ولاحظنا أن جولة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين لم يتحدث عن وقف إطلاق النار وسمع أفكار جميع الدول في هذه المنطقة وذهب دون أن يحقق أي هدف كما أسلفنا في الحلقات القادمة نعم وبالتالي دكتور كمال يعني أنه البعض يسأل ألم يكن من الأجدى والأفضل وربما الأوفر بالنسبة للولايات المتحدة أن تحل قضية إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذاء والدواء وما إلى هناك إلى قطاع غزة بدلا من أن تتجه إلى كل هذا الحشد وتحالف حارس الإزدهار وهذه الضربات وكل ما تحاول أن تفعله في البحر الأحمر ألم يكن من الأجدى أن تحل قضية المساعدات إلى غزة وتقطع أصلا الضريعة الحوثية إنسانيا هو من الأجدى أن تحل هذه المشكلة وتوقف الحرب على غزة وتوقف قتل المدنيين لكن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في الفجوات خاصة في منطقة الشرق الأوسط وجدت الفرصة سانحة لبناء تحالف استراتيجي أعضاء من حلف النيتو متواجدون في البحر الأحمر أمام النفوذ الروسي والصيني في المنطقة وأيضا وجدت فرصة تاريخية لتحديد مسارات الاستراتيجية الإيرانية على مقاسات معينة لا تتناسب مع المنطقة ولا تتناسب حتى مع إيران وبالتالي هي تريد أن تسيطر على المنطقة من خلال عمل توازن معين بين الدول العربية وإيران وأيضا عمل توازن معين بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وهذه فرصة تاريخية بالنسبة لها يعني كان هناك قوة 153 موجودة القوة الأوروبية وقوة أتلنتا وهي متواجدة في الصومال ولا حاجة لتشكيل مثل هذا التحالف وهذا التحالف أصلا لم يتم توقيع أي عقد بين دولتين كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في تحالف أوكوس وبالتالي فقط بالاتصالات تستدعي الدول من أجل أن تدخل مثل هذا التحالف ولاحظنا كيف أن إيطاليا رفضت أن تشارك في الضربة على الحوثيين لاحظنا كيف أن إسبانيا رفضت أن تشترك في هذا التحالف لأنها موجودة في الأصل في التحالف الأوروبي في الصومال حتى فرنسا أيضا كان لها موقف مغاير للأمريكي والبريطاني نعم فرنسا تحاول أن تتماهى مع الأمريكان ومع البريطانيين لكنها لم تدخل بشكل رئيسي في هذه الضربة وأيضا هناك ملاحظة أن بريطانيا عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي يعني اقتصادها أصبح في وضع متهلل وبالتالي هي تريد أن توجد مسارات اقتصادية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض ما دفعته للاتحاد الأوروبي دفعت ما يقارب 100 مليار دولار وبالتالي بريطانيا تحاول أن تؤمن طرق الملاحة البحرية لأنها تخدم مصالحها بالدرجة الأولى قبل أمريكا وبالتالي لأن هناك تعاون بريطاني أمريكي في كل مكان في المحيط الهادي في القرن الأفريقي في البحر الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط لا